تعال نشوف مع بعض النهاردة عملنا غدا ايه عملت ايه ومشاهدة عملنا طاضن بطاطس ومعمر وفراخ في الفرن والطرقة ازاي تعالوا مع بعض كده نخش في الفيديو ونقول يا مساء الفل يا مساء السعادة على عيونكم على احلى اخوات واحلى اصدقاء في الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ياريت بقى ما تنسيش باللايك والاشتراك وما تنسيش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي تعال بقى نشوف الجمال بتاعنا النهاردة والحلويات بتاعتنا وبالتكات والحركات ويا جمال ويا جمال شوفت بقى المعمر بتاعنا في الطواجن بتاعتنا شوفت ضجنا البطاطس يعني الكلام يعني مش محتاج كلام الجمال عدت كلام ايه وركزوا معي تخلوش الكلام يقع مني كده والبطاطس بتاعتنا اللي احنا عملناها تمام تعال نشوف بقى الحلويات ايه ده ايه ده ايه ده يا قلبك يا تكاتك وحركاتك انت يا قلب يا قلب. شفتوا الجمال. شفتوا طجن البطاطس ده. هقول لكم بقى ايه بكل تكاته وحركاته كده. والطرقة بتاعتنا ازاي. شفت الفراغ بقى واللونها الجميل ازاي في الفرن. طبعا احنا عملناها اكم مرة قبل كده بالتكات وحركاتها يعني. والسر اللي بخلي اللون يطلع حلو كده. هنشوف الفيديو طبعا. تمام? تمام. تعال نشوف المكونات بتاعتنا. المكونات عندك ايه ومشاهد? انا عندي فراخ. عندي خليب. عندي بطاطس متقطعة رنشات. عندي طماطم مفرومة. عندي بصلتين مفرومين. وفصلتهم عليهم. وعندي بصلايا بطماطنايا بقرنفلفل. مفرومين برضو كل واحدهم. وعندي التوابل ايه? عندي التوابل ملح فلفل اصمر. السبع بهرات. ارفع. تمام? تمام. ده اللي احنا هنعوز المكونات للاكلة بتاعتنا كلها. وعندي رصد كنت نقعاه. لازم يكون نقعاه. تمام? تمام. عشان ما ياخدش معانا وقت في الفرن في السيوع. وصلت للحد هنا معي. ركز ركز كده في المكونات بتاعتنا. بقال لكم دي البصلهوات المفروم بتاعت اللي هنحتاجه له البطاطس. والبصلية على الطماطمية ديت اللي هنحتاجها لتدبلة الفراخ بتاعتنا. وطبعا الطماطم المفرومة اللي هنحطها على البطاطس. ودي التوابل زي ما انتم شايفين ايه. تمام? تمام. ودي الطواجن بتاعتنا بقى اللي احنا هنستعملها معانا في الفيديو بتاعنا. هو كان كل يوم طواجن. كل الاكلة كلها في الطواجن. واحل حاجة والله. بقى لحلال بلا بتاع بقى. تعال نشوف بقى كده المكونات بتاعتنا. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آآ ونصلى على رسول الله مصلى وسلم وبارك عليك يا حبيب رسول الله. طبعا احنا هنتابل الفرع بتاعتي. طبعا احطيت اللي هي البصلية والارض الفلفل بالطماطم اللي هنفرماهم. وعلى هم التوابل وعلى هم معلقة خل. تمام? تمام. ركزوا. حسيت اللي يعني شوية ملح حطيت ربع معلقة ملح. تمام يا امو شاه? تمام يا ززاء. زي ما انو شايف كده. طبعا هادعك كل المكونات كلاب بعدها كده عشان ننزل الغسرة بتاعتها. وهمسك بقى الفراخة تابلها ايه قطع قطع زي ما احنا هنشوف في الفيديو بتاعنا. طبعا انا كنت بصور بايد وشغلة بايد لان كانت ساعتها البنات في المدرسة. وانا كنت بصور نفسي. شفتوش الهنة والبتاع الصينية تروح كده وتيجي كده. وده كان يوم ما يعلم بالله ربنا. وانا بقى ايه? حبيتي اللف لو عادتها لفي في الصينية كمان. كنت مقصة ضوخة. لا يلا بقى بكلمة اللف. دي طبعا بعد ما تابلتها. اه حطها تستوي بقى. طبعا هنعمل تجن البطاطس. انا نزلت بالبصلاية. بالبصلاية بالفصيني التوم عليها. وهنحط اللهم صلى على النبي التوابل بتاعتنا. طبعا انا ادعى كفاء لما نزل الوصرة بتاعتها. عشان برضو تخلي التعم البطاطس بتاعتنا لها تعم تاني كده. لما انت بتدعجها كده بالتوابل بتاعتها بالبصل بالتوم. بتدي راحة جميلة قوي. اه طبعا انا رصيت البطاطس فقط بالطاجن. وطبعا هدعك البطاطس هيت بالبصلية بالتوابل اللي انا عملتها. اه بصراحة كترحتها. روعة روعة روعة. بكزي معايا. تصراحيش وحط اللايك شايفك. اوه عدتي كده من غير ما تحطي. لا حط اللايك يلا. اه طبعا هنزل بالطماطم المفرومة بتاعتي وحطها هيت. طبعا كده وناخذ بالمعلقة كده عشان السوس الطماطم ينزل في البطاطس كده بالقاعة تحت. هنعمل المعمر. طبعا المعمر بتاعي انا اجابته الطواجن. احنا عملوه عمر حادق. احنا مش مسكر. تماما بحط الملح اهو في اللبن. او في الحليب زي ما انتم شايفين. اه ما تمليش الطواجن او الروز عشان جستة هيستيوه هياة لما يغادش يفور معاك في الفرن بتاع البلوغاز وكده ويخلي الدنيا ايه زيتا. السياجة اتناقصه حاجة. كنا عايز اشطه وانا ملقاتش في السوبر ماركت اشطه. صراحة يعني. فالجيش قال لك اصرف بقى مش مشكلة اهوان مهم تاجن معمر وخلاص. واحنا كله حليب زي ما انتم شايفينه ما فيش علامة قطط ماي. فاكيد مطعم نفسه. اه هو كان نقص بصة حيطة القشطة بس كاتل تامي شغل جامل ده بس وكن طعم حلو برضه. مش هنقف. يعني ما كانتش القشطة مش هناكله. لأ احنا بناكل الرز العادي يعني. عادي ايه المشكلة. على قليل ده رز بالحليب اوه. وهنحط له زيتا. انا محضات زيت ما بحط السمنة طبعا عشان تعارفين انا اكل قتي بحبها بزيت الضرة مش بعمل ده 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 عشان خاطر رائع. الظروف الصحية وكده. طبعا احطه في الفرن. ياخد لوني الاول. الاول قبل ما يستوي. بخليه اخد وشي الاول بعد كده منزله تحت في ارضية الفرن يستوي. طبعا الفراغ بعد ما استوى تهيت وتحمرت وتجن المعمر بعد ما طالع من الفرن وتجن المعمر ايه ده 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 يا جمالك يا جمالك يا دقاتك يا حركاتك. ايه ده? حد عارف حاجة? حد يفاهم حاجة? لأ طبعا. شفتوا الجمال? الجمال عدد الكلام والله بجد تسلم تسلم ايه ده يا مشاهد. شايفين الجمال شايفين تجن المعمر? شايفين تجن البطاطس ده 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 وعلى قد طعم طحفة طحفة طحفة. ولا الفراغ بقى وطعمتها وحلوتها بقى وولونها الجميل وتدبلتها الحلوة. يعني صراحة مش محتاج كلام خالص الفيديو جميل جدا وسهل جدا. طبعا بقى احنا احنا وردنا في الدراسة اللي منذ ولا تويت. كل يوم عايزين اكلة حلوة كده. فهنا يا الله بنعمل قد ما نقدر. اه وبردو حاجات يعني ندوا بيتك وحاجة كويسة وحاجة سهلة جدا وبسيطة. وكله في الفرن. ولا تستخي حلال ولا اي حاجة. كله طواجن طواجن في قلب الفرن كده وريحة دماغة بدر بدر كده. تعرفين طبعا بقى احنا الستات بقى يومين دولت دراسة وده وده فعايزين نخلص بسرعة ونخلص. زي ما انتم شايفين هوات الطاجن بتاند طبعا كده يعني المستود كده من فوق عشان كان في الفرن وكان بياخد لون وكده يعني. وده البطاطس بتاعتنا. ارأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة. اي رأيكم? يا رب يكون الاعجابكم. يا رب ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان نوصلكم كل جديد من وصفاتي. وانا بحبكم في الله. آآ واسبكو في رعاية الله وحافظه. يا ربنا وفقنا جميعا جميعا يا رب. واسبكو في رعاية الله وحافظه. باي باي.